الحمد لله الذي جعلني ألعن الظالمين من على ربوة دمشق اللهم ألعن من ظلم الزهراء لعنى لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى الإمام السجاد لو لا تشهده لكانت لا أهو نعم الله أكبر هل تعلمنا من الإمام السجاد زين العابدين روحي لروحه الفدى أطوني واحد من علماء الطين تعلم إذا تعلم أين آثار هذا التعلم التكبر تعلموا من الشيطان ولم يتعلموا من الإمام زين العابدين تعلموا التكبر واستضعاف الناس والصربط على الناس وكانت نعمهم لا أهو الإمام اللي يمشي نص الليل وربع الليل ويوزع أكل على الفقراء والمساكين هم شفتوا لكم عالم دين عالم طين من كل الجانبين فاليوم صار عملية عجاز أو طلع يوزع الفقراء والمساكين أطوني واحد أطوني واحد بدون استثناء هالمرة ما أريد استثناء هالم خوش أنتم تقولون نحن لنا في رسول الله أسوة حسنة هذا وجه رسول الله أليس هو زين العابدين شو تعلمتم منه تعلمتم منه أن تخالفونا أول مخالفة أخذت مقام الإمام المهدي وقلتوا إحنا الإمام المهدي ثاني مخالفة البخل فيكم ليس مثله مثيل تعمرون بيوتا وأموالا مرعبة عرب شلوم هذه نحن نقول مرعبة لأنه ما يتقبلها العقل يطلع لك واحد تافه لو واحده تافه شوف هذا اللي يحكي مرعبة لا حقيقة الأمر أنت أكثر من هاتفاها القضية وين هل الإمام الصادق كان يدعو إلى دين محمد أول ما كان يدعو إلى دين محمد بتواضعه لكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كان أبو للفقراء والمساكين والمستضعفين شو تعلمنا منه خوش إذا كل أيامنا كربلا إلى كل يوم عشورا وكل أرضا كربلا هذه الكلمة أنتوا الفضفاضة يا ليتنا كنا معكم لنفوز فوزا عظيما هذه كلمة فضفاضة وكان موجود علي بن الحسين كما قمت واخدت الثار تضرت المختار لدور سلطة كما قمتم واخدت الثار على يد الإمام محمد على يد الإمام جحفر الصادق على يد الإمام موسى بن جحفر يلا كان موسى بن جحفر يريد أربعة لنما عنده ولا أربعة هذا يحتاج من عندنا أن تكون عندنا عقل أن يكون عندنا عقل وتكون عندنا بصيرة ليش الإمام بهذه التصرفات ما كان أكو ناس محيطين بي يقول له لا إحنا نوزع من مكانك الآن اللوقية للمسؤولين بالأحزاب وغير الأحزاب بكل دولنا العربية تشوفها يمسح عوزة يمسح حذاء حتى يرضى عنا ياخذ كل شيء عنده حتى ياخذ كرامته وشرفه حتى يرضى عنا إحنا الإمام لا يريد ياخذ كرامتنا ولا شرفنا بل العكس يريد يطينا شرفه وكرامه وإباء ورقي ليش ما نقوم لو الإمام عنده ناس شاء ما هو مش يوزع على الفقراء بالليل موسى صحيح إذن الإمام السجاد كانت الصحيفة السجادية هي منشور يحارب الدولة الأموية بكل معنى الكلمة وهذه المحاربة تأتي من مدارات الفقراء والمساكين والمحتاجين واللي يريدون قضاء حاجة كونوا لنا دعاة صامتين شلون دعاة صامتين أبو علي يحكي لك بالدين وربع الليل ونص الليل بالملهى يصير أبو علي يحكي بالدين وما عنده در الدين أبو علي يحكي بالدين ويكذب وربا ومضاربات وصربط على الناس وكذب ونفاق شوف تفسروها هذا يكون مع الإمام الصادق مع الإمام محمد مع الإمام علي السجاد لا إذن دعاة صامتين بأفعالنا أبو علي صدق ما يكذب متواضع هم يقولون فقير يحمل أي شيء إذا قاله واحد فقير يقوم الدقة على رأسه إذا وش الجيب يشدايا ويطي إذن هذه الدعوة دعوة الصامت التي لها فعل مرعب هذه الدعوة تؤثر بعقول الناس أنت واحد تحترمه يوم بعد يوم تأثر فيه داخله حتى لو كان عنده فكرة عنك موزينة راح يقول عمي يعني الله ما يصير هذا الإنسان يعاملني معاملة طيبة وآني أطعنه وآني أسبه لا ما يصير يعني إلي قلبك عليه لكن هذا إذا أجيت كل كذب ودجل ونفاق وغيبة وزنة هذه الدعوة إلما دعوة شيطانية نحن الآن نقوم بدعوات بهذا التلفزيون دعوات الرحمنية مرعبة أثرت في العالم لك أثرت في إسرائيل في عرب الثمان واربعين أثرت تأثيرا مرعبا آلاف الناس الآن أصبحوا موالينة لعلي بن أبي طالب وكتبوا على بيوتهم وذا تردون هسا أقولهم أكتبوا على بيوتكم باشر تنشرب الجرائج مكتبوا أكتبوا على بيوتكم 48 من لم يكن علي المولاه فإن الشيطان مولاه شوف باشر الكتاب شما هاي الدكاكين الكبيرة اللي كل الأموال عدها ما قدرت تتسوي لها واحد ينادب الولاية مو نحن بأفعالنا ودعوتنا لنصرة محمد وآل محمد غيرت الكون تعرية أعداء محمد وآل محمد غيرت الكون بالرمادي بصلاح الدين بالسعودية بالأمارات بقطر بكل العالم هو تعرية من تصربط على النبوة وآذى محمد وآل محمد لم يستطع أحد وحد أن يعريهم مثل ما أنا يعريهم بشكل مؤدب إذا واحد يناقشني يقول لي لي أقول له ناقشك بالقرآن تقول للقرآن أمة قد خلت أقول لك شاش عندك لا بظل الله عندك لا سنة ولا قرآن أقعد على السطح صير يهودي نصراني عاد إذن قوتنا تستمد أمنيا من الحق اللي إحنا نستند عليه حينما يكون الإمام السجاد لا أهو نعمه شو غيرت فينا ما استحينا أنا أمشي لك أقول لك أنا محتاج تقول لي جيب لي شاهد يا شاهد خسيسة جيبه إلك شامو تقول أنا عارف كل شي ووصلت بالعلم إلى أنصرت فلاطون وأرستو وتقول لي جيب لي شاهد اتنحى يا بوي اتنحى هل يريد شاهد بالعطاء يعني ما عنده هذه الرؤية ما عنده هذه البصيرة قلبه ما بي نور يقول أحد الأخوة دخلنا أنا والإمام على فلان من الناس السلام عليكم أنا أحصت وضيعت وضعت خرجيتنا وجينا قال جيب لي شاهد قتل من ين أجيب لك شاهد وأنا ما حد يعرفني أنا عايش بدوي بنص الصحراء من ين أجيب لك شاهد قل لك راحت خرجيت وما عندي فلوس أنا عندي صراحة التفتت على الإمام قلت سيدي أيرضيك هذا قال الله بلانة بهالناس لذلك على الناس ان يعرفون كم هم يحاربون الامام بهذه التصرفات السيئة خوش انا مشيت لهذا وما عطاني بعد اثق به اقول هذا اذا عرفني انا صدق بس انا متعجب لحد الان يعني انت فتشي في عقلي اذا الصدق السائل هلك المسؤول دول شلون ما يهلكون ما اعرف حقيقة شلون ما يهلكون يعني متعجب اذا صدق السائل هلك المسؤول يعني هاي الانبياء يعقوب كان يأكل غزان وما هذا وما التسائل صار بيه الصار شو هذول كل شو ما يصير بيهم يعني متعجب شلون ما تنقلب بيهم الدنيا دليل هذول لا الله ما اشعهم فاني سعلكم معلمي يا بليش ما يصير بيهم كل شي قال لون دولا ما لهم علاقة بالله الله يسوي شي باللي لا علاقة بي يعاقبه خوش هذا ما الى علاقة بالله فما يعاقبه تاركها للاخروا لكن اللي يحب الله يعاقب حتى يرجع ويستغفر ويتوب الى الله توبة النصوحة اما اللي 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 لا علاقة بيه خليه يمد دولا من الناس اللي يمدهم نارجا ترجمة نانسي قنقر